أشهد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بزيارة الرئيس الصربي أليكزاندر فوتيشيت لمصر وما ترطب عليها من توقيعه على العديد من اتفاقيات التعاون الثنائية في العديد من المجالات جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس النواب بمقار المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة الرئيس الصربي وخلال اللقاء دع المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى انتظام عقد أليات التعامل الثنائي بين مصر والصربيا وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في البلدين ومن جانبه أكد الرئيس الصربي أن مباحثاته البناء مع الرئيس السيسي رسخت الرؤى المشتركة لكل البلدين حيال مختلف القضايا العالمية والإقليمية